بما ان ده وقت معرض القاهرة الدولي للكتاب وده اكتر وقت الناس بتشتري فيه كتب فالنهاردة هنصمم مع بعض بوك مارك او فاصل كتاب وكالعادة طبعا ممكن نستخدمه لنفسنا وممكن نكسب منه فلوس وهتلاقوا كل التفاصيل زي نبيع البوك مارك دوت فين نكسب منه فلوس ازاي وانسعاره ازاي او ايه السعر اللي نحطه عليه موجودة في البوست دوت على المدونة تقدروا تعرفوا كل التفاصيل دي من هناك شاركوني في التعليقات هل في البلد اللي انتو مقيمين فيها بيقام معرض كتاب ولا لأ وبيقام امتى ويلا بينا بقى دلوقتي نبدأ في تصميم النهاردة هنستخدم عشان نعمل تصميم النهاردة كانفا وهستخدمه النهاردة من على اللابتوب تقدروا طبعا تستخدمه من على الموبايل زي ما عملنا في فيديوهات كتيرة سابقة واستخدمنا كانفا من على الموبايل عشان نعمل تصميم حلوة جدا التصميم بتاعي النهاردة انا هعمله في ورقة A4 وده المقاس المتاح اللي انا اطبعه هنا في مصر لو مسلا انتو موجودين في دولة بتستخدم الليتر او البوك مورك بتاعكم دوت هيكون موجه لجمهور وعملاء بيستخدموا الليتر فساعة هادي يخلص تقدروا ان انتو تعملوا الليتر ولازم اخلي بالي من حاجة مهمة ان التصميم اللي احنا هنعمله النهاردة هو او هيكون ايه فور لكن الورقة بتاعتي انا محتاجة ان هي تكون موجودة عندي بالعرض مش بالطول فاللي هعمله ان انا هنا كده من السرش هكتب بس هختار بقى وهتأكد انا هنا كده في واختار من هنا كده اهو عشان انا عايزها بالعرض هضغط عليها بالشكلة ده واختار اي تصميم من دول وليكن مسلا التصميم ده هقول له اوكي هقول له هتأكد بس من هنا ان انا عندي كده انا والابعاد بتاعتي مزبوطة هقول له طبعا احنا اصلا مش عايزين التمبلت ده كله هنمسح كل الحاجات العجيبة اللي موجودة دي هغير الاسم هنا كده وهكتب ده كده الفايل بتاعي اول حاجة هنعملها ان احنا هنقسم الصفحة بتاعتنا لأكتر من يعني المشروع بتاع النهاردة دوت او التصميم بتاع النهاردة هو برا ان احنا هنعمل اكتر من في وراء ايه فور ولما نروح للمطبع لو حبينا ان احنا نتبعهم لنفسنا هنطلب من الشخص اللي في المطبع ان احنا نتبع التصميم دوت على وراء افور بس يكون وراء مقوة وهنتشك بقى معي ان الخامة الاول بتاعت الوراء الخامة كويسة اه مناسبة للبوك مارك تقدرون انتوا تتبعوها على وراء لامع او تقدرون انتوا تتبعوها على قراء مات حسب زوقكم فاللي هعمله ان انا هنا كده من الامنتس هختار الشكل بتاع المستطيل وهاخد المستطيل بتاعي هنا كده وهقسم الصفحة بتاعتي لأكتر من عشان عايزة استفيد قدر الامكان من المساحات اللي عندي وفي نفس الوقت انا عايزة يكون في مسافة مناسبة تخليني اعرف اقص البوك مارك دولة بعيدا عن بعض البوك مارك الستاندرد بتاعها بيكون الابعاد بتاعته اتنين في ستة انش او لو حبينا نحسبها بالسانتي فهتبقى خمسة وتمانية من مية في خمستاشر واربعة وعشرين سانتي فاحنا بقى هنعمل المستطيل بتاعنا بالابعاد ديت ادي ده كده اهو هقال له كده شوية لحد ما يبقى خمسة خلال نقول وتمانية من العشرة احنا مش لازم نعملها مزبوطة بالزبط والبعد التاني هو حوالي خمستاشر فدي كده تسعتاشر ممكن احنا لو عايزين نخليها سبعتاشر نخليها المقاس اللي احنا عايزين وهتبقى اطول من البوك مارك الطبيعية بشوية حاول لنا بقى خليها هنا كده في المدل وهكررها مرة كمان وبعد كده هقول له فهي كده الصفحة هتاخد اربعة عشان لو زودنا اكتر من كده بصراحة هتبقى شكلها اه صعب جدا والمسافة هتبقى داية جدا ومش عايزين نجازف في موضوع القص دوت هعمل بقى حياة كمان ان انا في بوك مارك منهم عايزيها يبقى شكلها عامل كده فمن اختارت الشكل ده وهلفه لحد ما يبقى معي زبا تسعين وهحطه هنا كده بالمنزر ده وهرفعه هنا كده بحيس الجزء دوت كده بيبقى ظاهر من الكتاب برضو بيكون شكله حلو همسح المستطيل اللي تحته بالشكل ده ممكن برضو بوك مارك تانية اخلي شكلها يبقى عامل كده بالشكل ده وهطولها وعشان امسح المستطيل اللي تحت انا كده وقفها على الشكل اللي فوق اللي هو الدائري وانا ضغطها كده عليه هتضغط على من الكيبورد هتضغط مرة كمان كده انا حددت الشكل اللي تحته وبضغط من الكيبورد دلوقتي بقى هنختار كده البوك مارك الاولى نية اللي هنشتغل عليها وهنلغي اللون بتاعها وهنزود من هنا كده البولدر ويت بس عشان نبقى شايفين احنا شغالين فين خليه واحد هخليه حاجة بسيطة جدا حابة النهاردة ان انا اقاريكم اكتر فكرة للبوك مارك تستعملوها حتى لو المتاح عندكم تباعة مسلا بالابيض ويسود بس فعشان نعمل بوك مارك بالابيض ويسود هنعمل فكرة لذيذة جدا هكتب من هنا كده هلاقي عندي زهر ارفف الكتب ديت هلاقي عندي حاجات اه كتير قوي اشكال كتب لقيت كمان عندي الشكل ده عجبني قوي هحطه هنا كده واختور شكل الكتاب ده برضو واصغره هضيفه هنا حتى برضو شكل الكتاب ده المفتوح ده وهضيفه هنا هجيب هنا كده من وهكتب جملة هي طبعا هصغر الخط بتاعها جدا وهختر لها خط تاني كده يكون آآ فاني كده شوية وكأنه يعني مرسوم باليد وهكرر الكتب ديت كده بحيس كأني هعمل بالكتب والفكرة من البوك مارك دي ان هي هتكون زي كده كل ما الشخص هيقرأ كتاب هيروح رايح ملونه هنا دي كده اول عندي فيها اتناشر كتاب باتناشر شهر في السنة مسلا لو احنا بنقرأ كل شهر كتاب فكل شهر هنيجي نلون الكتاب اللي احنا قرأناه تاني بوك مارك بقى هنعملها هنروح عليها بالشكل دوت وهنمسح اللون بتاعها وبرضو هنديها بوردر ويت واحد بس عشان نبقى شايفينها كويس لما نحب ان احنا نقصها وده هنخليها تبقى بوك مارك ملونة هكتب هنا كده في البحث كلمة فلاور فاز او يعني فازة الزهور وهقول له سي و هختار الشكل ده بتاع الفازة المرسومة بالوان المية وهحطها هنا كده في المنتصف وبعد كده نفس الفازة ديت هكررها اولا انا احطها عليها بالزبط وهكبرها بالشكل ده وبعد كده وانا ضغط قلت هصغر من ناحيتين دول وبرضو هنا كده ممكن اعمل ادت فوتو واقول لكروب وصغر هنا بحيث تبقى على المقاس بالزبط وهقول له ودي كده هقلل بتاعتها خالص وانا وفع على الشكل بتاعي من هقول له كده بعد كده هقلل بتاعته بايز غيرين هاجي من هنا من ادت فوتو هقول له ادجاست نزل هنا كده عند اللون الاخدر ده اغير فيه شوية كده ناحية الدرجة اللي هي اللي نفسي جيه وده برضو هخليه ماء الاكتر الفوشية وده برضو خليه ماء الاكتر للفوشية وده بقى هخليه كده ماء الاحمر خليه بتاعتها شوية كمان واعلم على شكل بتاعي وهعمل له كده هحركه وهحطه في مكانه هنا كده هاختر انا عايزة شكل الجديد بتاعي انزل لحد تحته خالص هنا كده وهشله بقى بتاعه وهديله لون وهيكون درجة كده من درجات الاسفر المحمر شوية هاجي هنا كده ويقول له من تاكست هاد اه هدنج هكتب مسلا لطيفا مع نفسك وهغير الخط بتاعها لخط تاني ده الخط اللي انا اختارته ليها هغير لونه هخليه باللون الاخدر ده هعمل لها كده عشان عايزة اخلي كل جملة من نون في سطر امسح من اللي فوق ده كده كده مع نفسك همسح من اللي تحت لطيفا دي هنا هكبر لطيفا دي ده انا زبطتهم هما الاتنين مع بعض دي كده تاني معنا هنعمل بقى تالت بوك مارك هنكتب هنا كده في كلمة ووتر كولار بوسي اول من عند جرافيكس وهاختار اللي باللون الازرق دي خده هنا كده بالشكل ده وهكبرها ومن كده هعمل لها على الاد بالزبط وهقول له هواستنها كده شوية عشان هو مش راضي يعملها كروب زي ما انا عايزة فهنا تحايل على الموقف هنعمل زوم اوت وانا ضغط اقلت بقى هنزل ده كده شوية وبرده هنزلها كده وهقول له ضغط عليها دبل كليك واحرك فيها زي ما انا عايزة الصورة نفسها عشان اختار الجزء اللي عجبني من ده وانا ضغط هنا كده هضغط عشان احدد اللير اللي موجودة تحت وهديها بقى لون تاني ده هيأثر في لون اللي عندي يعني بس مثلا لو ديتها اللون ده لو ديتها اللون ده كل لون هيكون مختلف حبة اللون يكون ابيض عشان يديني اللون اللبني الحلو ده هكتب هنا كده في كلمة باختار شكل الشمس دي ممكن اكتب بقى الجملة بتاعتي بالعربي او بالانجليزي ممكن اكتب او ممكن طبعا اكتبها بالعربي واكتب ابدأ صباحك بكتاب هكرر النص بتاعي كده مرتين ومرة هشيل منه بس كلمة ومرة هخلي بس كلمة هنا كده وهختار لها الخط ده خلونا نكرر دي كمان وهنخلي كل حاجة فيها منفصلة يعني دي كده هنمسحها بحيز دي تبقى ودي كده هنمسح كل اللي فوق ده وكلمة ديت هاجي من هنا كده هغير الخط بتاعها عايزة يكون خط او مكتوب بخط اليد كلمة بوك بارد دي كمان حبا انا هحط عليها كده خط مختلف خلي ويد لوحدها احطها هنا وهنا هحط اي بوك هخليها بنفس الخط اللي انا مستخدميه عند كل الخطوط اللي انا مستخدميها في تصاويم النهاردة هتلاقوها موجودة في الرابط اللي موجود تحت في صندوق الوصف هبعدوا على المسافات كده بينهم شوية وهغير الالوان بتاعتهم هعمل بقى شوية تعديلات من حيس الحجم بتاع الخط والبعد عن بعضها عشان تبقى لايقة على حجم بتاعي ودي كده تالت بوك معنا خلصناها دلوقتي بها هندخل على رابع بوك مارك رابع من بوك مارك هاختارها بالشكل دوت كده واجه هنا كده من كالر هاختار لها اللون دوت وكل الالوان كالعادة هتلاقوها بالاكواد بتاعتها في صندوق الوصف وبعد كده هنا كده من هكتب كلمة وهقوله سي اقول هاختار شكل الوردة اللي هو بيكون يعني بسيط كده جدا ولطيف على الاخر وهنا انا هاعتمد في البوك مارك الاخيرة بتاعت ديت على وإحنا كنا عملنا قبل كده تحدي رسمنا سبع في سبع ايام تقدروا انتم تشوفوا التحدي دوت هسيب لكم الرابط بتاعت بتاعت بصندوق الوصف وفوق هنا اللينك هزهر لكم تقدروا ان انتم تستفيدوا بقى من اللي احنا رسمناها ديت ان انتم تستخدموها في حاجة زي كده زي البوك مارك دي وهكتب هنا كده في البحث كلمة اللي هي نحلة هلاقي عندي الاشكال بتاعت النحلات الصغيرين دول هاختار منهم شكل النحلة ده وهحطوا هنا وهعمل له وقرروا بالشكل ده هخلي احجام الورد بتاعتي كده متنوعة وهوزعها بين النحلات اضغط كده من هنا وهصغرها بحيس ادخلها جوه الشكل بتاعي وهقول له دون وهعمل كده مع باقي الاشكال اللي عندي هاختار بقى اللون اللبني دوت بتاع النحلة وهحوله للون الرماضي وهقول له عشان يغيرهم لكلهم وهاختار النحلة نفسها اللون الاصفر وهغيره للون الاصفر ده وهقول له برضو عشان يغيرهم لكلهم ويبقوا لقين مع بعض اكتر بالشكل ده دي كده كل البوك ماركس اللي احنا عملناها النهاردة قلولي مين احلى واحدة فيهم ومين اكتر واحد عجبتكم وبما اننا بنتكلم على البوك ماركس وعلى سيرة الكتب والقراءة فاحنا عملنا قبل كده التصميم ده ببرنامج تصميم مجاني غير كنفا ممكن برضو نديف التصميم نفسه للبوك مارك ويبقى شكلها حلو جدا ممكن تشوفوا الفيديو ده عشان تعرفوا ازاي عملنا تصميم القراءة والكتب اللي قدامكم ده بالتفصيل والى اللقاء في فيديو جديد دمتم بخير باي باي اشتركوا في القناة